والله يبص فكرة الاكسبو او السبورس اكسبو دي فكرة جميلة جدا وبصراحة عايز اقولك حاجة ما كنت تفاكر ان هي محدش يبقى انترست فيها بس انا جيت النهاردة انا مصطي جدي يعني انا في ساعة كمان والله يتكلم اكتر واحد مع الناس سواء انا عندي معا مواعيد المود حلو جدا الولاد اللي جايين كلهم تحس في انهم هم عايزين يسمعوا جايين يفهموا الناس كتير جايه هتتكلم تكلم في البقى في السبورس مانجمينت في الكوتشينج في الاضحة هتلاقي في كل المجالات الرياضة يعني فانا عجبني جدا الفكرة وان شاء الله دي تبقى بداية ولكن بيزنا يبقى كل سنة في نفس الكلام عجبني الحضور الجماهيري عجبني جدا بصراحة بجد الولاد هايلين ومركزين وناس كتير وانا مبسوط ان الناس كتير بقت مهتمة بالرياضة بشكل عام يعني دايما كنا بنقول المصري ما بيحبوش الرياضة قوي وكسلانين ومش عارف ايه لا خالص يعني الجيل الجديد طالع بيحب الرياضة جدا مش لازم يعني بيلعب طبعا الرياضة لكن متابع ومركز تكلم مع اي حد تليه بيتكلم معك في كلها يعني عنواع الرياضة مش بس الكورة وخدم فان شاء الله تبقى يا حاجة كويسة بإذن الله يعني كل ما انت بتعمل لمازج نجحة كل ما بتشجع الناس انها تستثمر اكتر يعني اي حد بيشوف في اي مجال في حاجة نجحت في ناس كتير بتقلد او بتحوط تبقى زي الحيطة فالموضوع ده ابتدى الناس تشتغل عليه بشكل كويس يعني الحمدلله احنا في زادنا عاملين شغل كويس في السنة واحدة بمسمعين بشكل كويس رياضيا وان شاء الله يبقى إنشاء كمان ما نعمل ناديين يعني فانا بتهايلي ان شاء الله فالسين الجاة هيبقى فيه كذا حد بيستثمر في رياضة بإذن الله اهم لحظات الواحد يبقى مصود بيها اكيد لو بتكسب بطولة صلوان في رياضة يعني احنا نكلم في مجال الرياضي بتكسب بطولة بتكسب أفرخي مع النادي بتكسب أفرخي مع المنتخب بتكسب بطولة النادي الزمالي يعني أكيد البطولات دي بتبقى بالنسبة لك بيبقى يوم حلو في حياتك يعني لأن كنت أكمل شوية كرة كمان واحد بيحب الكرة بصراحة ولحد تحاسين أنا بطلت صغير يعني عب سطر صبري آه أه جون صعودنا لكاس عالم صلاح صعب قوي قوي صعب قوي بس أنا أقول محمد صلاح أفضلهم أكيد